سجون تعج بآلاف المعتقلين والأسرى جميعهم تجمعهم صفة واحدة ضحايا حرب وإخفاء قسري صحفيون وناشطون وسياسيون وآخرون اختطفوا من منازلهم ومقار عملهم ومن الشارع على خلفية آرائهم وانتماءاتهم وبعضهم بسبب ألقابهم ومناطقهم التي ارتبطوا بها الجميع وجدوا أنفسهم منذ اندلاع الحرب عالقين خلف القطبان وبعضهم في سجون سرية دخل اليمن منعطفا مظلما من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في 2014 ما استدعى تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الـ 26 من مارس عام 2015 ثمان سنوات مرت على الحرب شهدت فيها البلاد صنوف الانتهاكات أبرزها ما تعرض له المناهضون لتلك الأطراف من اعتقال وخطف وإخفاء قسري انتهزت مليشيا الحوثي الصراع القائم وداهمت منازل معارضيها واعتقلت واختطفت الآلاف وزجت ببعضهم في مناطق القصف ما أسفر عن مقتل بعضهم القوات التي يدعمها التحالف هي الأخرى تورطت كذلك بتنفيذ حملات اعتقالات وإخفاء قسري وإنشاء سجون سرية مستخدمة أساليب متعددة في تعذيبهم مع اتساع حجم الانتهاكات التي تمارسها أطراف الصراع بحق المعتقلين تصاعدت مناشدات الأهالي والمنظمات الحقوقية والمحلية والدولية لإطلاق سراحهم انطلقت مشاورات بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي حول تبادل الأسرة والمختطفين بدأت في العام 2015 في جينيف ثم توالت بين ستوك هولم والكويت وعمان لم تكلل تلك المشاورات إلا بصفقة واحدة اتبادل الطرفان 2056 أسيرا في عام 2020 في مطلع الشهر الجاري بدأت مشاورات جديدة بين وفدي الحكومة والحوثيين في سويسرا ونجحت في التوقيع على صفقة تبادل تشمل 706 أسرى من الحوثيين مقابل 181 من الطرف الحكومي بينهم سعوديون وسودانيون الصفقة نجحت كذلك بضم أسماء الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل ميليشيا الحوثي إلى كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين الذين سيفرج عنهم أعادت هذه الصفقة الأمل لكثير من الأسر التي لا تزال تنتظر اللقاء بأقربائها المعتقلين ولا تزال دعواتهم مستمرة للضغط على الأطراف بالموافقة على اتفاق تبادل الكل مقابل الكل